السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم فيديو في صحة جيدة وفي احسن الاحوال اليوم ان شاء الله هتنشارك معكم وصفة ديال حلوة ساهلة واقتصادية وكتجي بنينة ورائعة بزاف بزاف اللي جربتوها متأكدة غادي تحضروها وتولي وتحضروها وتعتمدو هاد الوصفة هادي كتجي بنينة وراقية بزاف شكل ديالها وماذا قبل ما نقولكم كتجي اكتر من رائعة والاهم فيها انها ساهلة بزاف وكتجي توجد في دقائق نتمنى تجربوها بالمنطوع لكم اخليكم على المكونات والطريقة نبدأ بسم الله على بركتي الله بتحضر الحلوة ديالنا حلوة سهلة وبسيطة وكتجي رائعة بزاف هنا سنحتاج 125 جرام من الزبدة ونستعمل زبدة حيوانية ممكن نديرو تل مارغارين غير زبدة حيوانية ستعطيكم طعم احسن هنا كيفما تلاحظو الزبدة ستقوم بدرجة حرارة المطبخ لكي لا تعدكم في الخدمة فأنا كمتطيبة الخبز ودخلتها كالفران يعني اخذت غذك الصهد الفران وكتجي تقوم بدرجة حرارة المطبخ سنضيف عليها قبصة الملح من السكر من الفانيلا ونضيف كأس من السكر السقيل بالنسبة لكمية بالجرام السكر ستحتاج 125 جرام من السكر 125 جرام من الزبدة 125 جرام من السكر السقيل سنخلطوا هذه المكونات جيد حتى يدامج السكر مع الزبدة وكتجي تحصل على خليط كريم فأنا نخلط باليد ممكن تستعملوا ملعقة تخلطوا بها من الأفضل تخلطوها باليد كي تدب معكم الزبدة بسرعة تأخذ درجة الحرارة وكتدب بسرعة وكتنساجم مع السكر ثم الآن سنقوم بإضافة كأس من الزيت ما يعادل 150 مليلتر فنحاول القياس بالكأس وكذلك حتى بالجرامات سنخلط المكونات بالنسبة لكأس 150 مليلتر كأس سنخلط جيد ثم سنضيف حبة البيض فهذه المراحل حاولت أن يكون نصريعه بالتدقيق حتى نجح الوصفة خلطت المكونات ثم ضفت كأس ثمينا الناشا ما يعادل 125 جرام من الميزينة أو ناشا الدورة وفي هذه المرحلة سنضيف إضافة الدقيق سنضيفه ثلاثة 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 فارحه ليس بذلك م 갖لك خميره ثلاثة 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 4 كؤوس ونصف من الدقيق لا يعادل الدقيق يبقى حسب النوع نحتاج 4 كؤوس تحتاج 400-450 جرام سوف يخلط المكونات مجرد ما ندامج يعني لا نجمع العجينة لا نجمع العجينة لكي لا تخرج الزيت و لا نقصها لا تلاحظوا فالقوام سوف يكون بشكل سوف ندخل العجينة في كيس بلاستيكي سوف ندخلها للتلاجة ترتاح 1 ربع ساعة لكي تزيد الزبدة يعني تقبط فرصها العجينة تزيد تقبط فرصها سوف نتلقى بعد ما تمر ربع ساعة فتقدروا تشكلها مباشرة في تلاجة ربع ساعة أو تضيفها في المجمد 1-5 دقائق سوف ندخلها سوف نشكلها تشكل معنا بكل سهولة نأخذها كوحدة الكمية نمررها كبينيتينة و نشكلها على شكل كويرات و بالنسبة لحجم فره الحجم يبقى على حساب الرغبة تقدروا تكبرهم كثير من هذا تقدروا تصغرهم أنا تقريبا ندرت فيه 11 جرام فما عبرتش ولكن يعني ملفة كنحضر هذه الحلوة تقريبا هذا الحجم هذا 11-13 جرام تقريبا 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 هذا الفران كالطيب بالنسبة للفن يكون سخون نخفض درجة الحارة 170 درجة نشعلها في الأول من الأسفل حتى تمرها 5 دقيق نشعلها حتى من الفوق لتقريبا 15 دقيقة حتى تقريبا تسلطوا من الأسفل سوف تتشققوا اشتركوا لكم. اشتركوا لكم. اشتركوا لكم. اشتركوا لكم. اشتركوا لكم. والكمية التي حصلت عليها. انا تحصلت على 75 حبة بهذا الحجم هذا. وهنايا بعد ما طبق الحلواتينا. شوفوا كيفية تأتي. فبالنسبة للحلواتي. رمك نحمرها بثاف. كدخلها بحلقة بيضة. هنايا من الاسفل رمزل انا تحمرت لي شي شوية. من الاسفل كتر من اللقية. راك تكون هكا. ما كيجيش فيها اللون هكا محمر. ولكن راك تكون طيبة. هنايا كدخلها طبعا حتى كتبرد شي شوية. عد كتجمعوها بحل هكا. لانها كتكون الشيشة في الاول. وهنايا غادي نحل لكم محيدة. شوفوا كيفاش كتجي من الداخل. ما انتم ما شوفوش حل كتجي شيشة وكتجي رطبا وكيجي في واحد طعم مرائع بزاف بزاف بزاف. الحلوة دي راك نقدر نحضرها تجوج مرات في الأسبوع. لانا ولداتي هكا يحماقوا عليها. وهنايا غادي ندوزه باش نزين الشوء الحلوة دينا. كنا اخذ الشوكولاتة البيضاء. انا استعملت غي هادي. استعملوا الشوكولاتة دي القالة. دوبتها كتدوبها اما في حمام مائي او كتدوبها في الميكرون. دعنا ندوب بتهاي في الميكرون. وغادي نختص الحلوة دي اللي بحال هكا. بالشوكولاتة البيضاء. وكنا اخذ واحد الشوكة. وكنا نحاولو هكا ندربو ديك الشوكة مع الجواني بكيف ما كتشوفوا دي الاناء. باش ما كتهس لنا الحلوة بزاف دير الشوكولاتة. وبنسبة الشوكولاتة البيضاء. فرم اللي كندوبوها ما كنزيدوا عليها اضافات ما ما تضيفوا عليها لا لا زيت لتاشي حاجة. يعني كتدوبوها. غبوا حدها. باش شديكم نتيجة مزيان. والدوب لكم مزيان. صافي هنا غادي نستمر بنفس الطريقة. وبنسبة الكيميا دي الشوكولاتة. فتقريبا نستعمل ثلاثمية وخمسين كرام من الشوكولاتة. وماللي كنوضعوها هكا. راك نوضعوها فوق الورق دي ديال الطهي. ورق ديال الزبدة. باش من بعد مالي كتنشف ما تلسقناش. هنا كتدخلوها للتلاجة باش كتبرد لكم بسرعة. وكتخليوها او كدخلوه فوق سطلح عامل حتى تنشف هذيك الشوكولاتة البيضاء. صافي وخليت هناك كيس بلاستيكي. درت في شوكولاتة السوداء. وزينتها بخطوط عشوائية. باش اعتطنيها تشكل هذا. صافي هنا يا. بعد ما بردات هذه الشوكولاتة السوداء كذلك. قدروا هكا الحلوة ديالكم. دزتها قدرتها في كويغتات. وستفتها بحلاقة. كتجي رائع في شكل ديالها. والطعم ديالها كي يجي اكتر من رائع. اجربوها متأكلة اللي جربتوها غدي تعجبكم. زوينة بزاف وسهلة بزاف تحضر ديالها. وصلنا لنهاية الفيديو. نتمينا الوصفة ديال اليوماتنا الاعجاب ديالكم. انكم تجربوها متأكلة اللي جربتو هذه الحلوة دي. غدي تعتمدوها. وغدي تحضرها بزاف ديال المرات. وإلا عجبكم فيديو شجعوني بلايكاتكم. اطلقوا فيديو قادم مع وصفة اخرى. دنتو في امان الله وحفظ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.